موسيقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة حلقة 29 من برنامج في أروقة رمضان اليوم 29 من رمضان هناك ذكرى عزيزة أثيرة غالية وهي ذكرى فتح الإسكندرية فتح الإسكندرية هو فتح مصر لأن الإسكندرية في ذلك الوقت كانت هي عاصمة مصر ومصر هي ولاية تعديل الخلافة بفتحها أضيفت إلى المسلمين عاصمتهم الرابعة عبر التاريخ أنتم تعرفون عاصمة المسلمين الكبرى كانت بداية في المدينة المنورة ثم انتقلت إلى دمشق في الدولة الأموية ثم إلى بغداد في الدولة العباسية ثم إلى القاهرة في الدولة المملكية التي كانت تحت السيادة الإسمية للدولة العباسية والعاصمة الخامسة هي القسطنطينية في الدولة العثمانية ففتح مصر كان انطلاقة للفتوح الإسلامية المغربية والأندلسية فهي عاصمة الجناح الشرقي للمسلمين في العصور الأولى يعني يمكن أن نسميها يعني يمكن أن نشبه العالم الإسلامي بطائر هذا الطائر كان جسده ورأسه في المدينة والحجاز في الحجاز ودمشق في العصور الأولى الدولة الأموية فكانت العراق هي العاصمة الجناح الشرقي التي تشرف على فتوحات بلاد المشرق فتوح فارس وما وراء النهر وحتى الصين هذه كان يقوم بها المسلمون في العراق وأما الفتوح في الغرب فكان يشرف عليها الوالي في مصر فكان الوالي في مصر هو من يشرف على فتوح المغرب وفيما بعد فتوح الأندلس وكذلك فتوح الجنوب الإفريقي ففتح الإسكندرية كان فتحا عظيما هائلا كبيرا وضيفة إلى قوة المسلمين كيف حصل هذا الفتح؟ تعالوا بداية نتذكر لماذا فكر المسلمون في فتح مصر والتي كانت عاصمتها الإسكندرية المسلمون حين انطلقوا في فتوحاتهم الأولى ففتحوا بلاد فارس العراق وفتحوا بلاد الشام ضد الرومان الإمبراطورية البيزنطية لما فتحت الشام كان إذا نظرت إلى الخريطة سترى أن المسلمين استطاعوا أن يقطعوا خريطة الدولة الإمبراطورية البيزنطية الرومانية من جهة البر يعني البحر المتوسط كان أشبه ما يكون ببحيرة رومانية ولما استولى المسلمون على الشام كان من الطبيعي أن يفكروا في تأمين ظهورهم في فتح مصر لأن الإسكندرية متصلة عبر البحر مع العاصمة القسطنطينية فبالتالي يمكن أن يكون المدد المتصل بين الإسكندرية والقسطنطينية دافعا لمدد روماني يهاجم المسلمين في الشام من ظهورهم فهناك كان عدد من الأسباب التي دفعت المسلمين إلى التفكير في فتح مصر الأول هو تأمين ظهورهم من الروم والأمر الثاني هو ما كانت فيه مصر من الغنى والوفرة لأن مصر كانت أهم ولاية في الإمبراطورية الرومانية سواء في عهدها المتحد أيام كانت العاصمة في الروم أو حين صارت تابعة للقسطنطينية فمصر كانت تعرف بأنها سلة غلال الإمبراطورية الرومانية مخزن الغذاء فهذه القوة الاقتصادية إما أن تكون للمسلمين وإما أن تكون عليهم يعني إذا استطاع المسلمون السيطرة على مصر فإن ما فيها من الخيرات فإنه يعود إلى المسلمين ويحرم منه الروم بينما إذا ظلت مصر في ظهورهم تابعة للروم فإنها تهددهم عسكريا وكذلك اقتصادها سيكون مضافا للاقتصاد الروماني البزنطي فهذا الدافع العسكري أولا وهذا الدافع الاقتصادي وكذلك الدافع الذي دافع سهولة الفتح لأنه كان عمر بن العاص وهو قائد هذا الفتح وهو الذي اقترح فكرته على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان تاجرا وكان يأتي إلى مصر وقد رأى بنفسه في مصر أحوال المصريين المصريين الذين هم أهل مصر الذين يطلق عليهم القبط أو الأقباط كانوا مضطهدين مضطهدين دينيا ومضطهدين أيضا اقتصاديا لأنه يعني تسلب منهم الأموال والخيرات تفرض عليهم الضرائب الباهظة وفوق ذلك يضطهدون دينيا لأن الدولة البيزنطية أرادت أن تحملهم على مذهبها أنتم تعرفون المسيحية تفرقت إلى عدد من المذاهب وكان هناك صراع بين المسيحيين في الإمبراطورية البيزنطية حول الطبيعة الواحدة للمسيح هل هو إله أم هو بشر أو الطبيعتان يعني ازدواج الطبيعة أو ثنائية الطبيعة على كل حال هذا الأمر تسبب في اضطهاد شديد للقبط الموجودين في مصر وبالتالي حتى الأقباط يسمون هذا العصر بعصر الشهداء وكانوا ينتشرون يهربون من الرومان وينتشرون في الأديرة والصحاري ولا تزال الأديرة القديمة بعيدة الأديرة القديمة للنصارى المصريين بعيدة في الصحراء وهرب البطريارك الأكبر للنصارى الذي هو بن يمين فارا من وجه هذا الاضطهاد الديني الروماني هذه الأسباب التي قدمناها هي الأسباب المادية نسوقها لمن يعني يحاول أن يقرأ التاريخ قراءة مادية ولا يقتنع كثيرا للأسف لما نحن فيه من الضعف ولغلبة الفكرة المادية علينا لا يقتنع كثيرا بأن المسلمين كانوا حين يفتحون هذه البلاد فإنهم يرغبون في إخراج هؤلاء الناس من الظلمات إلى النور فحتى من لم يصدق هذا الدافع الديني الروحي المعنوي فنحن نقدم له هذه الدوافع المادية التي تجعل فتح مصر من الضرورات سيدنا عمر بن العاص كان يرى أن هذه الأسباب تكفل له فتح مصر بسهولة ولذلك خرج بحوالي 3500 رجل من جيش الشام أخذها لفتح مصر وحصل تفاوض بينه وبين سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عمر كان حريصا أن لا يتوسع في الفتوحات توسعا يفرق بينه وبين المسلمين يعني يجعل المسلمين منتشرين على رقعة كبيرة من الأرض خصوصا إن كان عددهم قليلا بالنسبة للعدو يعني بالنسبة لي أهل العراق وفارس وبالنسبة لي الرومان الموجودين في الشام وكذلك بالنسبة لي الرومان الموجودين في مصر فحصل نوع من النقاش بين سيدنا عمر بن العاص وبين سيدنا عمر بن الخطاب المهم في النهاية اقتنع سيدنا عمر وأذنى لعمر بن العاص بالتحرك إذا نحن نظرنا إلى خريطة مصر فسنجد أن الرومان لأنهم كانوا يملكون الشام بالفعل فلم تكن المنطقة الشرقية في مصر يعني تحفل بكثير من العدد والمدد العسكري يعني كانت منطقة قليلة التواجد العسكري ولذلك سنجد أن سيدنا عمر بن العاص لم يجد قتالا كبيرا في هذه المنطقة فلم يقاتل إلا ثلاث مرات تقريبا يعني أقصد المعارك المهمة وهي في الفرمة ثم في بلبيس ثم في أم دينين حتى وصل إلى الحصن الأهم الذي هو حصن بابليون حصن بابليون الآن لمن يعرف القاهرة هو في مكان كنيسة ماري جرس وهو قريب من جامع عمر بن العاص في مقابله تماما وكان في ذلك الوقت يمر النيل عنده فحصن بابليون نستطيع أن نقول أنه المركز الرئيسي الذي تتسلح فيه القوات الرومانية هذا الحصن طبعا سيدنا عمر حاصر الفرمة شهرا وكذلك حاصر بالبيس شهرا قبل أن يقتحمها وكذلك يعني خاض معركة في أم دينين وأم دينين تعتبر الآن في وسط القاهرة يعني تحاذي الأسباكية منطقة الأسباكية وشارع عماد الدين وطبعا لم تكن موجودة في ذلك الوقت هذه القاهرة نحن نتكلم يعني أحاول تقريب الصورة حتى وصل إلى هذا الحصن الذي هو حصن بابليون حصن بابليون كان المكان الرئيسي القلعة الرئيسية البيزنطيين فيه الروم البيزنطيين كانوا لا يقلون عن عشرين ألفا بينما كان عدد المسلمين لا يزيدون عن ثلاثة ألاف ونصف طبعا بما أضيف إليهم لأن بعض العرب انضموا إلى الجيش خمسمية نزلوا في سيناء من جبل الحلال لكن المسلمين فقدوا كذلك من الإصابات ومن الشهداء في طريقهم هذا حتى وصلوا أمام حصن بابليون أمام حصن بابليون وجد عمر بن العاص أنه لا يمكن أن يستكمل الفتح بمن معه من الأجناد فأرسل إلى سيدنا عمر بن الخطاب يستمده وطلب 12 ألفا سيدنا عمر أرسل إليه ثمانية ألاف ومعهم أربعة من القادة وقال إني أرسلت إليك ثمانية ألاف ومعهم أربعة كل واحد منهم بألف فها أنت قد وصل إليك 12 ألفا هؤلاء الأربعة الذين حسب سيدنا عمر كل واحد منهم بألفهم سيدنا الزبير بن العوام وطبعا حوارية رسول الله البطل الكبير المعروف وسيدنا عبادة بن الصامت الأنصاري المعروف وسيدنا مسلمة بن مخلد وسيدنا المقداد بن عمر هؤلاء الأربعة ظلوا هذا الجيش بما أضيف إليه كان الروم قبل أن يأتي هذا المدد يراهنون على أن حصانة الحصن وعلى أن تفوقهم العددي سيجعل المسلمين ينصرفون عن هذا الحصار لأنه خلاص لا يمكن أن يقتحموا الحصن بهذه الأعداد والحصن مبني بشكل قوي حوله خندق متصل بالنيل من خلفه يستمد المدد من الإسكندرية ومن الدلتا يعني المناطق الخلفية له فكانوا يراهنون على أن المسلمين سينصرفون ولا يواجهونهم لكن حين جاءت هذه الأمداد بدأ الروم يوقنون أن هذا الحصار لن ينتهي على هذا النحو ولا بد من أن تكون يعني معارك ومعركة حاسمة فاصلة طبعا سيدنا عمر بن العاص إلى حين انتظار المدد وجد أن البقاء في الحصار هو بقاء غير مجد فترك قسما من جيشه وبدأ يغير على القلاع العسكرية الأقل وعلى المدن الأخرى سواء في جنوب مصر يعني جنوب حصن بابليون اللي هي الآن في بداية الصعيد يعني في شمال الصعيد أو في مناطق في الدلتا وكذلك يعني ذلك لكي يحقق أكثر من هدف يضغط على الروم من خلال أنه هو بالاستيلاء على ما في هذه البلاد من مقدرات اقتصادية يضعف قدرات الروم الاقتصادية يضغط عليهم سياسيا من خلال أنه يري الشعب المضطهد أن أيام الروم قد ذهبت وأن سلطة جديدة جاءت فيضغط عليهم سياسيا ويضعف سطوتهم السياسية وكذلك يضغط عليهم اجتماعيا في تثوير هذه البلاد والاستعانة بهم لا سيما وأن الأقباط وبطر يركهم الأكبر كان يستبشر بوجود عمر بن العاص وانقطاع دولة الروم ماذا فعل الروم حين جاء هذا المدد وتغيرت الخطة نراه إن شاء الله بعد هذا الفاصل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم مرة أخرى لما جاء المدد وأيقن الروم أن المسلمين قد جاءوا لكي يفتحوا هذه البلد ولم يعد بقاءهم في الحصار يجدي فبدأوا ينهضون إلى قتال عمر بن العاص في معركة فاصلة فخرج عشرون ألفا من هذا الحصن لكي يلاقوا جيش عمر بن العاص الذي كان قد عسكر في منطقة عين شمس الآن في مصر تقريبا أو هليوبولوس فهذه المعركة تسمى معركة هليوبولوس أو معركة عين شمس عمر بن العاص مع المدد الذي جاء إليه قسم جيشه إلى جيش رئيسي وكمينين هذان الكمينان وضعهما عمر بن العاص على مجنبتي الجيش الرومي فالجيش الروم حين هاجم جيش عمر بن العاص صمد لهم الجيش الرئيسي صمودا كبيرا وفي لحظة متفق عليها أشار إلى الكمينين بأن ينقلبوا على جيش الروم وبالفعل حصر جيش الروم حصارا شديدا إلى درجة أنه لم ينجوا من هؤلاء العشرين ألفا إلا ثلاثمائة فارس فقط ذهبوا سرعان ما ذهبوا وتحصنوا مرة أخرى بحصن بابليون هنا عاد عمر بن العاص مرة أخرى إلى حصار الحصن والحصن لما له من منعه لم يكن ممكنا اجتيازه وبدأت المراسلات بعد هلاك الجيش الرئيسي بين عمر بن العاص وبين المقوقس الذي هو الوالي على مصر أو حاكم مصر والذي كان مقره في الإسكندرية لم تفضي هذه المفاوضات إلى شيء كبير حتى قام سيدنا الزبير بن العوام بما يشبه أن نسميه الآن عملية استشهادية صنع المسلمون سلما من حبال وقفز عليه سيدنا الزبير بن العوام إلى داخل الحصن بحيث أن ينغمس في هؤلاء المدافعين عن الحصن ويسبقهم إلى فتح الباب لكي يدخل المسلمون وبالفعل تسارع المسلمون على هذا السلم حتى تم لهم هذا الفتح وبالتالي سقط حصن بابليون الذي يعتبر أهم حصن عسكري وأهم قوة عسكرية إلى ما قبل الإسكندرية فيما بعد بعد الانتهاء يعني من حصن بابليون ذهب الجيش الرئيسي قاصدا الإسكندرية الإسكندرية أصلا مدينة قوية وبطبيعة الحال موقعها على البحر موقع محصن وكذلك يعني البحر في ظهرها هي مدينة على البحر فالبحر في ظهرها وكذلك يحميها من جهة الغرب بحيرة مريوت وهناك ترعة الأسكندرية المهم لكي لا نصعب الموقف على المشاهدين الكرام لم يكن للإسكندرية منفذ إلا المنفذ الشرقي الذي يمكن الوصول إليه فضلا عن أن هذه المدينة مسورة وأن بعد السوري نوع من الخنادق وأن هذه البلاد أحيانا حين يفيض النيل وكانت فروع النيل قبل ذلك تصل إلى الإسكندرية لأن النيل كان له أكثر من فرعين الآن له فرعيني لكن في ذلك الوقت كان له فروع كثيرة أكثر من فرعين فكان سيدنا عمر بن العاص مضطرا أن يذهب بجيشه إلى هذه الناحية وليس إلى غيره مناعة الإسكندرية أيضا جعلت المسألة مسألة صعبة لأن لا يستطيعون الهجوم على الإسكندرية لما لها من الحصانة والمنعة وكذلك بقيت بعض الحاميات الرومية الموجودة في مناطق الدلتة وفي مناطق الفيوم والجيش لا يستطيع أن يخوض فيه الدلتة الدلتة هي فروع الأنهار وحين يأتي الفيضان تكون هذه الفروع أكثر وتمتلئ فيها المياه فمن هنا حاول سيدنا عمر بن العاص أن يكرر ما فعله في حصن بابليون أن يترك جيشا عند الإسكندرية يواصل حصارها وأن يتمدد هو في فتح بقية المناطق وهو لتحقيق نفس الأهداف التي ذكرنا عليها أنه يضعف الروم سياسيا ويضعفهم اقتصاديا بهذه البلاد التي لم تعد تؤدي إليهم الضرائب ولا تحمل إليهم الغلال ويضعفهم اجتماعيا بتثوير الأقباط وهنا كان الأقباط مساعدين للجيش الإسلامي فكانوا كما تذكر الروايات كانوا يمهدون لهم الطرق وينشئون لهم الجسور ويعينونهم فيما هم عليهم في الطريق من بابليون إلى الإسكندرية وقعت معارك مهمة ولكنها يعني معركتين أساسيتين معركة عند كوم شريك وهذه المنطقة المعروفة في مصر بهذا الإسم سميت لأن سيدنا شوريك بن سمي كان طليعة لعمر بن العاص رضي الله عنه فكان يطارد جيد شرهم فلما وجدوه في قلها عادوا إليه فحاصروه في عدة تلة ولذلك تسمى كوم كوم يعني تلة قليلة حتى استطاع سيدنا شوريك أن ينفذ رجلا اسمه أبو ناعمة مالك الصدفي صاحب الجمل الأشقر وهذا جمل يعني يذكر في فتوح مصر أقصدت فرس فرس أشقر وهذا الفرس يذكر في فتوح مصر من أنه فرس لا يسبق فهو حتى هناك منطقة في القاهرة سميت باسمه باسم الأشقر لأن الفرس هذا دفن فيها على كل حال فهذه المعركة لما ذهب أبو ناعمة مالك الصدفي إلى عمر بن العاص أقبل إليه الجيش الإسلامي فلما رآه الروم فروا فهذه معركة المعركة الأخرى عند بلدة معروفة حتى الآن تسمى كريون هذه المعركة معركة كبيرة استمرت إثنى عشر يوما حصل فيها قتال شديد مع مدد جاء من الروم وكان القائد فيها عبد الله بن عمر بن العاص وأصيب فيها بجراحات كثيرة بعدما نصرهم الله لم يبقى أمامهم إلا الإسكندرية ذكرت أن سيدنا عمر بن العاص بدأ في فتح المناطق في الفيوم وفي الدلتة لكي يضعف الروم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ولم يبقى لهم إلا الإسكندرية وفي طبعا وصلت رسالة غاضبة من سيدنا عمر بن الخطاب إلى الجيش الإسلامي هذه الرسالة تقول يقول فيها سيدنا عمر الآتي أما بعد فقد عجبت لإبطائكم عن فتح مصر إنكم تقاتلونهم منذ سنتين وما ذلك إلا لما أحدثتم وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوكم وإن الله تبارك وتعالى لا ينصر قوما إلا بصدق نياتهم وقد كنت وجهت إليك أربعة نفر يعني الزبير وصحبة وأعلمتك أن الرجل منهم مقام ألف رجل على ما كنت أعرف إلا أن يكون غيرهم ما غير غيرهم فإذا أتاك كتابي هذا فاخطب الناس وحضهم على قتال عدوهم ورغبهم في الصبر والنية وقدم أولئك الأربعة في صدور الناس ومر الناس جميعا أن يكون لهم صدمة كصدمة رجل واحد وليكن ذلك عند الزوال يوم الجمعة فإنها ساعة تنزل فيها الرحمة ووقت الإجابة وليعج الناس إلى الله ويسألوه النصر على عدوهم وبالفعل لما وصلت الرسالة جمع سيدنا عمر الناس قرأ عليهم هذه الرسالة وأمرهم بالصلاة والدعاء والتضرع للفتح واستشار سيدنا مسلم بن مخلد ما يفعل في هذا الوضع يعني الوضع المتأزم لا هم يستطيعون الفتح ولا البلد تستسلم فأشار عليه أن يتولى سيدنا مسلمة أشار عليه أن يتولى القتال رجل له معرفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار واقترح عليه عبادة بن الصامت وبالفعل جاء سيدنا عمر بن العاص فأعطى حمامته وعقدها على رأس رمح عبادة بن الصامت وجعل له الإمارة على القتال ونفذوا ما أمرهم به سيدنا عمر بن الخطاب وصدموا الناس صدمة رجل واحد مع الأسف ليس لدينا الكثير من التفاصيل عن معركة الإسكندرية يعني هناك الكثير من الحكايات لكن ليس لدينا تفاصيل كيف تم الفتح ولكن الله نظر إلى صدق نياتهم وصلاتهم وتضرعهم ففتح عليهم وفتح الإسكندرية هذا هو الذي حصل فيه الموقف المشهور لسيدنا عمر رضي الله عنه حينما أرسل عمر بن العاص معاوية بن حديج إلى سيدنا عمر يبشره بفتح الإسكندرية فسيدنا معاوية بن حديج ذهب وصل إلى المدينة كان ذلك الوقت يعني وقت القيلولة فجلس أمام بيت عمر قال لعل أمير المؤمنين قائل قائل يعني في نومة القيلولة قال فخرت جارية من بيت عمر فرأت علي ثياب السفر ووعثائه فقالت ما أقدمك وما تريد قال أريد أمير المؤمنين فدخلت الجارية ثم أقبلت سريعة تقول له أدرك لبي نداء أمير المؤمنين فذهب إليه فقال ما عندك يا معاوية قال أبشر يا أمير المؤمنين فتح الله الإسكندرية كبر عمر أمر مناديه أن ينادي الصلاة جامعة خطبه معاوية بن حديج وهو يصف فتح مصر فثم قال له سيد العون الخطاب يعني أنت حين قدمت لماذا لم تدخل علي مباشرة ماذا ظننت قال ظننت أنك قائل يعني نائم النومة القيلولة فحينئذ قال عمر رضي الله عنه بئس ما ظننت لأن نمت في النهار ضيعت حق الرعية ولأن نمت بالليل ضيعت حق نفسي وفيما بعد وصلت رسالة من سيدنا عمر بن العاص يقول فيها لسيدنا عمر أما بعد فإني فتحت مدينة لا أصف ما فيها غير أني أصبت فيها أربعة ألاف منية منية يعني نستطيع أن نقول حي صغير بأربعة ألاف حمام وأربعين ألف يهودي عليهم الجزية وأربعمائة ملها للملوك فكان فتح الإسكندرية فتحا عظيما كبيرا أضيف به فتحه أضيفت به يعني ولاية مصر إلى الخلافة الإسلامية بما فيها من كنياد بما فيها من رجال حاول الروم فيما بعد أن يستعيدوها مرة أخرى أرسلوا قوة بحرية ولكنهم لم يعجزوا فيما بعد فتح الصعيد رويدا رويدا في عهد سيدنا عمر بن العاص ثم تم فتحه فيما بعد في زمن عبد الله بن سعد بن أبي الصرح في عهد سيدنا عثمان بن عفان المهم أن دخلت مصر في دين الله وكانت من أخلص البلاد لهذا الدين ولذلك حتى أن جستاف لوبون يقول أنه لم يحقق فاتح أبدا على مر التاريخ في مصر ما حققه العرب وأقبل الناس على دين الله أفواجا ومن ذلك الوقت صارت مصر كنانة الله في أرضه كان هذا الفتح في مثل هذا اليوم 29 من رمضان من عام 21 للهجرة على ما حققه المؤرخ المحقق المدقق الأستاذ أحمد عادي الكمال نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد إلينا زمن الفتوح وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة